اشتركوا في القناة محمد عبدوهاب الشعراني واتفلت في باب الشعرية في 13 مارس 1910 فنشأته كشخص عادي لسه من قبل ما يحترف اي حدا كانت نشأة عادية جدا في الفترة دي كان الطبقية المجتمع المصر لساعتها كانت فلاحين او ملك اراضي او اسرة ملكة علويين او حتى ممليك او اتراك ما كانش فيه ملكة ساعتها بس كان فيه اتراك وشارك ساعتها بس الفكرة انه النشأة العادية دي بالمنطق انه كان يطلع من بعدها انسان عادي ممكن متفوق في شغله او متفوق في مزكته حتى بس عبدوهاب مش متفوق في مزكته عبدوهاب حاجة لوحدية كده يعني بجدة شريحة من المزكة اسمها عبدوهاب نوع من المزكة اسمها عبدوهاب طبعا كعادة المجتمعات في الوقت ده كان فيه رفض شبه كامل ان هو يبقى مطرب كان ممكن يبقى منشد بسهولة بالعكس ده يبقى فيه ترحيب ان هو يبقى منشد كان ممكن يبقى قارئ القرآن ودي حاجة طبعا محببة جدا في الوقت ده والغاية دلوقتي بس الفكرة انه حافظ القرآن عنده ست سنين فدي مش مش حاجة عادية في وقتها وحتى دلوقتي انه يبقى فيه تفرغ لحفظ القرآن لحد ما يتم حفظه عنده ست سنين وكل تنبأ له عشان كان زي ما يقوله حسه حلو او صوته حلو انه يبقى قارئ يما يبقى منشد او مبتهل بس عبدوهاب واجه في المحيطين حواليه صراعين زي ما تقوله صراع الاولاني كان اعتراض اخوك كبير حسن حسن الشعراني على اتجاهه ناحية المزيكة والغنى في المسارح يمكن ما كانش عنده اعتراض على الاتهال او الانشاد او قراءة القرآن طبعا وده خلاه يعاقبه مرة لدرجة انه هو عواره في دماغه لما ضربه مرة وحتى والدته زعلت منه انه كان عبدوهاب اخلى عنقود كان الصغير بتاع العيله طبعا عند بابا وعند مامته كان حاجة مميزة جدا وحصل حاجة تانية انه هو صغير سخد وحصل انه مرض قوي واعتقد انه هو مات توفى لدرجة انهم يعني مشوا في اجراءات الدفن انه هو طفل حيددفن لحد ما وهم في الاجراءات دي عطس او كح حاجة زي كده وفاق تاني وصحي وطبعا الميتم تقلب فرح يعني فبقى له معز خاصة عند بابا مامته لدرجة ان بابا لما ابنه اشتكاله منه حسن قال له محمد بيعمل كذا وكذا وبيهرب من كتابه قال له لو عايزت عاقبه عاقبه انت بس ما تعاقبوش قدامي حد انه هو ما يقدرش قلبه ما يطاقوش انه شيف ابنه بتضرب بتاعه نفس الموضوع عند الام بغض النظر ان الام يعني طيبة وبتحب اولادها جدا ويصب عليها ان اولادها يتضرب بس برضو عبدالوهاب كان له معز اكبر من كده فلما حصل النوع راح الكتاب كان فيه شيخ محبوش خالص كان اسمه شيخ عبدالقادر شيخ عبدالقادر ده كان عنيف وكان بيعاقب كتير وبيشتكي كتير لاهال الطالبة او اهال اللي بروحوا الكتاب لحد ما يتعاقبوا من اهاليهم وكده وفي نفس الوقت كان في قراءة القرآن او في الانشاد او في اي حاجة كان صوت وحش فكان كره عبدالوهاب في الحتة دي للأسف متطر اقول انه هو كره الانشاد وده اللي خلل عبدالوهاب يعني ياخد مسلك تاني او يتحول نقول عن الانشاد او الابتهالات او حتى قراءة القرآن انه هو اتجه ناحية الغنى الغنى بقى اللي هو ساعتها ما كانش برضو من الحاجات البسيطة اللي ممكن واحد يحترفها ممكن حد يغنيها مثلا في البيت مثلا يغني او او يعمل اي حاجة في البيت بس كاحتراف ده كانت ساعتها مشكلة ما كانش فيه ما كانش فيه حاجة تقدر تساعد عبدالوهاب ان يروح الاتجاه ده بسهولة فاضطر انه هو يغني في الحارة كده مع زميله ومع اصحابه ومرة فيه يعني موقف حصل ان هو كان بغني قدام باب حلاء او مزين زي ما يقولوا ساعتها فكان بغني حاجة لسلام حجازي فطلق له الحلاء وقال له يا تغني زي سلام حجازي يا اما ما تغنيش اصلا فساعت عبدالوهاب خد باله ان هو مرحب بيك مغني حتى لو كان مزين او حلاء بس في نفس الوقت المغني او الحلاء او المستمع ده بالنسبة لعبدالوهاب دلاتي اعتبر جمهور فهو لازم يسمع كلام الجمهور لانه عايز يوصل لحتة ان الجمهور يبقى مرضي ودي بن قوسين كده لازم نقول ان هي هدف المزيكة مش عايزين يعني محدش يزعل مني من الكلام ده بس مش عايزين نكبر فكرة المزيكة وتبقى حاجة حياة او موت لا 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 هي حياة بس هي بتساعد على الحياة اكتر بالنسبة لنا احنا كموسيقيين او انت كموسيقي اكيد ده هتبقى حاجة اكبر بكتير من اي حاجة وهتبقى حياتك وهيبقى تركيزك فيها بس هلازم تركز وتحط في بالك زي ما بقولوا ان المستمع بتاعك دي بالنسبة له مزاي ما هي بالنسبة لك هي حاجة بتخليه استمتع وبعد كده يعرف يستمر في حياته حاجة بتكسر الملل بتكسر الروتين تكسر التعب اللي في حياته فارجوك كنصيحة او كفكرة عندي يعني ما تتحداش للجمهور ما تقولش الجمهور انا هعمل اللي انا عايزه ما تقولش الجمهور ما يفرضش علي رأيه اكيد غلط اكيد غلط الجمهور هيفرض عليك رأيه وغير ان هيفرض عليك رأيه هتبقى انت ملزم بالتنفيذ بالزبط زي ما الجمهور عايز يا اما تطلع بحاجة جديدة ودي طبعا حاجة مش مرفوضة خالص بس الحاجة الجديدة تطلع دي تبقى برضو مرضية للجمهور في كتير او موسيقيين من العصر الحالي او من العصر القديم وانا عشرت منهم واعرف ناس منهم بصراحة كتير اصروا على فكرة انه هم حيعمله اللي هم عايزينه ودي المزيكة اللي هم حاسينها او المزيكة اللي بتعبر عنهم احترامي جدا ليهم وحتى لو مزيكتهم جميلة وممتعة بس لو ما كانش ليها صدع بجمهور يخليها بتسم بس مش عايزين اكتر من كمه مش عايزين اكتر من الجمهور يبتسم يبتسم انبهار انا موافق يبتسم سلطنة متعة انا موافق يبتسم ضحك بشكل فاني يعني زي ما بقوله انا موافق برضو المهم هو يبتسم المهم انه يبقى فيه سعادة نبع من اي حاجة ابهار او سعادة او تكنيك او او حتى شجن حتى حزن يعني ما نقدرش نقول ان الحزن اللي ببقى في الاغاني ده حاجة وحشة لقى بالعكس حتى لو حد من الجمهور عيط مسلا او دمع وكده الحاجة حالو دي سعادة بس يعبر يعني تم التعبير عنها بحاجة محزنة شوية بس هي سعادة فعلا يعني